اشتركوا في القناة الشوط الخامس عشر حيث يتقدم حيث يسير مشاهدين الكرام ليعلن عن هذا التنافس وعن هذا التحدي بين هذه الشعارات وهذه الأسماء المشاركة في موقف وسن الفطامين البداية المركز الأول حيث تتقدم على البداية مشاهدين الكرام الحذرة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي هنا الآن هي المتقدمة والتي تبحث عن ناموس هذا الشوط بينهم المركز الثاني المركز الثاني نشاهد الظبي خليفة بن سيف بن عبد الله بن عفره المطوعي يحتلل الآن المركز الثاني أما المركز الثالث المركز الثالث وصلت الشاينية سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي والمركز الرابع نقلتنا إلى بنت الطياري هناك وصلت مطر بن سالم بالعرطي يحتلل الآن المركز الرابع والمركز الخامس فهد بن طحنون الهاجري يقدم لنا سمحة في المركز الخامس هكذا النتيجة هكذا مشاهدين الأعزاء هو الصراع في هذا الشوت والنزاع لمجرياته وتحدياته وناموسة لكن عودة إلى البداية وإحمد بن سلطان برشيد السويدي لازال متقدماً لازال حضراً والحذرة هيا الآن اللي تقود الشوت اللي تقود الشوت وناموسة اللي تقود الشوت وناموسة الحذرة لكن يحاول المطيع يحاول هناك يا سلام ها هو خليفة بن سيف المطيع المنصوري يحاول يقدم الضبي على المركز الثاني لكن الحذرة ما أخذ حذرها كامل ما أخذ قوتها إلى صدارة الشوت والمرأة الخامسة الخامسة في هذا الصباح لهذا الشعار مع منافسات تكيد بلا شك ووجود النوعية الفاخرة والسبق الموجودة بدون أي توامل الحذرة 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 تسجل اسمها ومشاهدين الكرام في سجل الاسماء في ميدان دستور لسباقات اللجنة المركز الثاني خليفة بن سيف بن عفرة يحتل المركز الثاني المركز الثالث هكذا كانت النتيجة حيث انتهت في سجلات تابع شوة تابع شوة تابع شوة تابع شوة